في ظل التدابير الوقائية المشددة التي تتخذها معظم دول العالم في مواجهة فيروس كورونا بدءاً من إغلاق الأقاليم والمدن وانتهاءاً بوقف الدراسة ومنع التجمعات حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس يستعد للانتقال إلى نطاق واسع للعدوى بين البشر المنظمة رأت أنه حتى في ظل كل الإجراءات التي اتخذتها الدول لكبح انتشار فيروس كورونا فأن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمراً لافتة إلى أن هذه الإجراءات تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد الانتقال واسع النطاق للعدوى تزامناً مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من التراخي في مكافحة الفيروس بالنسبة للدول التي تشهد خفاضاً في عدد حالات الإصابة وإمكانية عودته مجدداً قالت جامعة إمبريال كولج في العاصمة البريطانية لندن إن الإغلاق التام بسبب كورونا سهم في إنقاذ 120 ألف شخص في 11 بلداً أوروبياً بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا بينهم 38 ألفاً في إيطاليا وحدها وكشفت الجامعة في تقرير أعدته بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لدراسة آثار الإجراءات التي تخذتها الدول الأوروبية تلك لمواجهة جائحة فيروس كورونا كشفت أنه على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلا أن البيانات تظهر دلائل كافية على أن الإجراءات المتواصلة والمشددة التي اتخذتها الحكومات الأوروبية أنقذت الأرواح بالفعل من خلال خفض عدد الإصابات الجديدة كل يوم ويظهر التقرير أن التدابير في هذه البلدان ستجنب قوعة 141 ألف حالة وفاة حتى نهاية شهر آذار وأن هذا سيتم من خلال الحفاظ على التدخلات في مكانها حتى ينخفض انتقال العدوى إلى مستويات منخفضة ترجمة نانسي قنقر